هذا النشاط إلى تطبيق خواص الدلة اللغة الاتمية النيبيرية وتوظيف مبرهنة القيم المتوسطة ووضعية مستقيم مقارب مائل بالنسبة للمنحني الممثل لدلة نص النشاط الجزء الأول لتكون جي الدلة المعرفة على المجال سفر زائد لنهاية بالعبارة جيلي إيكس يساوي ناقص إيكس أس ثلاثة زائد واحد ناقص نين ألن إيكس أولاً أدرسي اتجاه تغير الدلة جي ثم شكل جدول تغيراتها ثانياً أحسب جيلي واحد ثم استنتج إشارة جيلي إيكس حسب قيم إيكس الجزء الثاني لتكون أف الدلة المعرفة على المجال سفر زائد لنهاية بالعبارة أفلي إيكس يساوي ربع ناقص لاتة إيكس زائد ثلاثة آلن إيكس على إيكس مربع وسي أف تمتيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس أو إي جي أولاً أحسب نهاية أفلي إيكس لما إيكس يقول إلى صفر بقيم كبرى وفسر النتيجة بيانياً ثانياً أحسب نهاية أفلي إيكس لما إيكس يقول إلى زائد لنهاية ثم بيّن أن المستقيم دلتا الذي معادلته إقراك يساوي ربع نقصة إيكس مقارب لسي أف أدرس وضعية سي أف بالنسبة للمستقيم دلتا ثالثاً بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي إيكس من المجال صفر زائد لنهاية لدينا أفتحة لإيكس يساوي ثلاثة في جيل إيكس على إيكس أو ثلاثة شكل جدول تغيرات الدالة أف رابعاً لبين أن المعادلة أفلي إيكس يساوي صفر تقبل حلين أحدهما ألفا حيث ألفا محصور بين صفر فاصل سبعة وصفر فاصل ثمانية والآخر بيتا حيث بيتا محصور بين واحد فاصل خمسة وواحد فاصل سستة ثم أنشئ المستقيم دلتا والمنحني سي أف نشرع الآن في حل النشاط الجزء الأول لدينا الدالة جي المعرفة على المجال صفر زائد لنهاية بالعبارة جيل إيكس يساوي نقص إكس أو ثلاثة زائد واحد نقص نين آلن إيكس السؤال الأول يطلب مننا دراسة اتجاه تغير الدالة جي نحسب جي فتحة لإيكس لاحظ أن الدالة جي دالة قابلة لإشتقاق على المجال صفر زائد لنهاية لأنها مجموع لدالتين قابلتين للإشتقاق على المجال صفر زائد لنهاية حيث جي فتحة لإيكس يساوي نقص ثلاثة إيكس مربع نقص ثنين على إيكس وبتوحيد المقاب نجد نقص ثلاثة إيكس أو ثلاثة نقص ثلاثة نقص ثلاثة على إيكس وبأخذ نقص واحد كعمل مشترك نجد نقص ثلاثة إيكس أو ثلاثة زائد ثلاثة على إيكس لدينا من أجل كل إيكس من المجال صفر زائد لنهاية 3 إيكس أسلاتة زائد 2 أكبر تماماً من الصفر وعليه المقدار ناقص 3 إيكس أسلاتة زائد 2 على إيكس أصغر تماماً من الصفر أي من أجل كل إيكس من المجال صفر زائد لنهاية أفتح لإيكس سالب تماماً إذن الدلة ج متناقصة تماماً على المجال صفر زائد لنهاية وبالتالي يكون تتجاه تغيرات الدل جي كما هو موضح في شاشة الدل جي متناقصة تماماً على المجال صفر زائد لنهاية السؤال الثاني يطلب مننا حساب صورة واحد بالدل جي والسنتاج إشارة جيلي إكس لدينا جيلي واحد يساوي ناقص واحد أسلاتاء زائد واحد ناقص نين ألن واحد نعلم أن ألن واحد يساوي صفر إذن جيلي واحد يساوي ناقص واحد زائد واحد يساوي صفر لاحظ عزيزي الطالب أن الدل جي تنعدم عند الواحد ومتناقصة تماماً على المجال صفر زائد لنهاية إذن الدل جي موجبة من أجل إكس في المجال صفر واحد وسالبة من أجل إكس أكبر من الواحد وتنعدم عند الواحد إذن إشارة جيلي إيس كما هو موضح في الشاشة الجزء الثاني لتكون الدلة أف الدلة المعرفة على صفر زائد لنهاية بالعبارة أفلي إكس يساوي ربعة ناقص لتا إكس زائد ثلاثة ألن إكس على إكس مربع السؤال الأول يطلب مننا حساب نهاية أفلي إكس لما إكس يقول إلى صفر بقيم كبرى وتفسير النتيجة بيانياً لدينا نهاية ربعة ناقص لتا إكس لما إكس يقول صفر بقيم كبرى يساوي ربعة ونهاية ثلاثة ألن إكس على إكس مربع لما إكس يقول صفر بقيم كبرى يساوي ناقص لنهاية لأن نهاية ألن إكس لما إكس يقول صفر بقيم كبرى يساوي ناقص لنهاية التفسير البياني إذن المستقيم دو المعادلة إكس يساوي صفر مقارب للمنحني سي أف السؤال الثاني يطلب مننا حساب نهاية أفلي إكس لما إكس يقول إلى زائد لنهاية لدينا نهاية ربعة ناقص لتا إكس لما إكس يقول إلى زائد لنهاية يساوي ناقص لنهاية ونهاية ثلاثة ألن إكس على إكس مربع لما إكس يقول إلى زائد لنهاية يساوي الصفر إذن نهاية أفلي إكس لما إكس يقول إلى زائد لنهاية يساوي ناقص لنهاية نبين أن المستقيم دلتا الذي معادلته إجراك يساوي أربعة ناقصة إكس مقارب للمنحني سي أف إذن نحسب نهاية الفرق أفلي إكس ناقص ربعة ناقصة إكس لما إكس يقول إلى زائد لنهاية لدينا نهاية الفرق يساوي نهاية ثلاثة ألن إكس على إكس مربع لما إكس يقول إلى زائد لنهاية ويساوي صفر إذن المستقيم دلتا مقارب مائل للمنحني سي أف في جوار زائد لنهاية وضعية سي أف بالنسبة للمستقيم دلتا لدينا من أجل كل إكس من المجاسف رزائد لنهاية أفلي إكس ناقص ربعة ناقص لتا إكس يساوي ثلاثة ألن إكس على إكس مربع لاحظ عزيزي طالب أن المقام إكس مربع موجب تماما إذن إشارة الفرق مثل إشارة ألن إكس وبالتالي إكس يساوي واحد المستقيم دلتا يقطع المنحني سي أف من أجل إكس محصور بين الصفر وواحد المنحني سي أف تحت المستقيم دلتا ومن أجل إكس أكبر تماما من واحد المنحني سي أف فوق المستقيم دلتا السؤال الثالث ويطلب منا أن نبين أنه من أجل كل عدد حقيقي إكس من المجال صفر زائد لنهاية أف فتحة لإكس يساوي ثلاثة في جيل إكس على إكس ثلاثة نذكر بعبارتي أف وجي كما هو موضح أمامكم لدينا الدلة أف معرفة وقابلة للاشتقاق على المجال صفر زائد لنهاية حيث أف فتحة لإكس يساوي لاحظ أن الجزء الأول من الدلة أف عبارة عن دلة ألفية ومشتقها ناقص لتا والجزء الثاني هي عبارة عن حاصل قسمة دلتين ويساوي مشتقها مشتق البص واحد على إكس في إكس مربع ناقص مشتق المقام 2 إكس في البص ألن إكس على المقام مربع أي إكس أس أربعة ويساوي ناقص لتا زائد ثلاثة في إكس ناقص لن إكس ألن إكس على إكس أس أربعة ويساوي نقص 3 زائد 3 في 1 نقص 2 ألن إكس على إكس وثلاثة وهذا بعد الإختزال على إكس ويساوي بأخذ 3 كعمل مشترك نجد 3 في نقص إكس وثلاثة زائد 1 نقص 2 ألن إكس على إكس وثلاثة أي 3 في جيل إكس على إكس وثلاثة ومنه إشارة أف فتحة لإكس مثل إشارة جيل إكس والتي تطرقنا إليها في الجزء الأول السؤال الموالي جدول تغيرات الدلة أف يكون كالتالي إذن أف فتحة لإكس تنعدم عند الواحد سالبة في المجال 1 زائد لنهاية ومجابة في المجال 0 1 إذن الدلة أف متزيدة تماما في المجال الأول ومتناقصة تماما في المجال الثاني ولدينا أف 1 يساوي 4 نقص 3 في 1 زائد 3 ألن 1 على 1 مربع لدينا ألن 1 يساوي 0 إذن أف 1 يساوي 4 نقص 3 ويساوي 1 السؤال الرابع ويطلب مننا أن نبين أن المعادلة أف لي إكس يساوي 0 تقبل حلين أحدهما ألفا حيث ألفا محصور بين 0.7 و 0.8 والآخر بيتا حيث بيتا محصور بين 1.5 و 1.6 ولذلك نطبق مبرهنة القيم المتوسطة لدينا الدلة أف مستمرة على المجال 0.7 و 0.8 ولدينا جيلة 0.7 يساوي بالتقريب ناقص 0.28 وجيلة 0.8 يساوي بالتقريب 0.55 أي جيلة 0.7 وجيلة 0.8 من إشارتين مختلفتين إذن حسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة أف لي إكس يساوي 0 تقبل حلا ألفا في المجال 0.7 و 0.8 بنفس الطريقة نبين أن المعادلة أف لي إكس يساوي 0 تقبل حلا في المجال 1.5 و 1.6 السؤال الموالي ويطلب مننا إنشاء الموالي المستقيم دلتا والمنحني سي أف إذن نرسم المستقيم دلتا دول معادلة إكراك يساوي ناقص لتا إكس زائد ربعة والمنحني سي أف والمنحني سي أف كما هو موضح في الشاشة لاحظ أن الدلة أف متزيدة تماما في المجال 0 و 1 و متناقصة تماما في المجال 1 زائد لا نهاية و المستقيم دلتا فوق سي أف في المجال 0 1 و تحت سي أف في المجال 1 زائد لا نهاية و يقطع سي أف عند النقطة دلتا فاصلة 1 و هكذا أعزائي الطلبة و الطلبات نأتي إلى نهاية هذه الحصة على أمل أن نلتقي في الحصة الموالية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته